عام الجوع هكذا يمكن وصف العام المنصرم 2018 ارتفع فيه عدد المحتاجين إلى مساعدات عاجلة من 8 ملايين بداية العام إلى 14 مليوناً مع ختام هذا العام بحسب التقارير الأممية التقارير أيضاً قالت إن أكثر من 22 مليون شخص أصبحوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية بينهم أكثر من 11 مليوناً بحاجة ماسة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة وقالت أيضاً إن قرابة 18 مليون يمني في جميع أنحاء البلاد لا يعرفون كيف يحصلون على وجبتهم القادمة يومياً وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات سابقة أنه كل عشر دقائق يموت طفل دون الخامسة في اليمن بسبب مرض كان من الممكن تفاديه وقالت منظمة اليونسف إن نحو مليون وثمانمائة ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية قدمت الدول المانحة أكثر من ملياري دولار في 2018 فيما أعلنت الأمم المتحدة حاجتها لأربعة مليارات دولار من أجل توفير مساعدات أساسية لأربعة وعشرين مليون مواطن يمني في العام 2019 في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه السعودية تقديم خمسة وثلاثين مليون دولار في 2018 مخصصة للأعمال الإغاثية والإنسانية النزوح أيضاً قصة أخرى تضاعفت فيه أرقام النازحين في هذا العام بالإضافة إلى آلامهم حيث بلغت إحصائيات النازحين نحو ثلاثة ملايين نازح بحسب تقارير أممية ويعيش غالبيتهم مع عائلات مضيفة أو في سكن بالإيجار بينما يعيش آخرون في مخيمات مؤقتة فضلاً عما النزح خارج البلاد في عواصم عربية وأجنبية عديدة الأمراض والأوبئة نالت نصيبها من اليمنيين في هذا العام كوليرا وديفتيريا وحصبة وجدري وحم الضنك وانفلونزا وغيرها من الأمراض التي انتشرت في اليمن خلال الفترة الماضية وراح ضحيتها ألاف المواطنين خصوصاً في ظل انهيار الوضع الصحي وانتشار المجاعة في عدد من المحافظات اتهامات عديدة بفساد كبير ومنظم يشوب العمل الإنساني في اليمن حيث ترتفع أرقام مساعدات المانحين سنوياً وترتفع أيضاً أرقام الجوعة والمرضى بشكل بلغ ثلاثة أربع المواطنين في معادلة مخلة تكشف عن فساد يلف هذا الملف سواء عبر لجنة الإغاثة التابعة للحكومة أو المساعدات التي تقدمها السعودية والإمارات أو حتى التي تقدمها المنظمات الأممية ناهيك عن الفساد والنهب الذي تمارسه ميليشي الحوثي في مناطق سيطرتها الوضع الاقتصادي المتردي ساهم في مضاعفة المأساة الإنسانية خلال العام في منتصف العام بدأ الريال رحلة انهيار وصلت في نهاية سبتمبر إلى نحو ثمانمائة ريال مقابل الدولار الواحد وتضاعفت الأسعار بنسبة تقارب ثلاثمائة في المئة وبعد تولي معين عبد الملك رئاسة الوزراء في منتصف اكتوبر شهد الريال تحسناً ملحوظاً استقر حول خمسمائة ريال لكن أسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية لم تتعافس وبقدر بسيط وأفاد البنك الدولي في تقرير أصدره نهاية اكتوبر الماضي أن اليمن يعاني من ارتفاع مؤشر الفقر إلى ثمانين في المئة خلال 2018 مع بلوغ التضخم أكثر من أربعين في المئة تعيش اليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة غير أن الأكثر قسوة هو أنه لا توجد مؤشرات حول رغبة الجيران والعالم في دعم وتعزيز الأدوات الاقتصادية للحكومة ولا حتى إرساء قواعد شفافية مالية للعمل الإغاثي حتى يعرف الشعب اليمني أين تذهب تلك الأموال الطائلة التي تمنح باسمه